لن أدخل في تفاصيل لغوية أو أدبية سأذهب بشكل مستقيم إلى ما جاء عنهم في معنى السلام هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة دار الأسوة طهران إيران وهي الطبعة السادسة 1428 هجر قمري هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف صفحة 513 وهذا الباب هو باب مولد النبي ووفاته الحديث التاسع والثلاثون بسنده عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله داوود هنا يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه داوود الرقي يقول قلت لأبي عبد الله سأقرأ الرواية بتمامها عليكم ثم أعود إلى تفحصي بعض عبائرها فإن الوقت لا يكفي لشرحها بنحو مفصل قلت لأبي عبد الله داوود الرقي ما معنى السلام على رسول الله حين نسلم على رسول الله في صلاتنا أو حين نسلم عليه في زياراتنا وسلامنا على رسول الله في صلاتنا هذا أمر نردده يوميا في الصلوات المفروضة الواجبة يجب علينا أن نعرف معناه هل تعرفون معنى السلام على رسول الله أو أنكم تسلمون على رسول الله مثل ما تسلمون على جيرانكم ما الذي جعلكم في هذا الحال من البؤس العقائدي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هذه الرواية وأمثالها ضعيفة في نظرهم بحسب قذارات علم الرجال هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا بالمناسبة لأنها مرفوعة عن محمد بن سنان عن داود بن كثير ضعيفة جدا بحسب قذارات علم الرجال للناصب القذر وأقول لكم من خلال تجربة علمية إن كل ما يضعفه علم الرجال هو الذي يطلبه أهل البيت والذي يأتي منسجما مع منطق القرآن المفسري بحديث علي وآل علي وهذا أدل دليل على أن علم الرجال علم ناصبي قذر لأن الصواب في خلاف النواصب وهذا الذي يسمى بعلم الرجال يقودنا إلى ما يوافق الذوق الناصبي وما يخالف الذوق العلوي لا شأن لنا بهذه القذارات إنها قذارات علم الرجال علم الأصول علم الكلام علم التفسير الناصبي كل هذا الذي هو موجود في مكتبتنا الشيعية بفضل مراجعنا الكرام وفي فضائياتنا وفي حسينياتنا داود يسأل الإمام الصادق ما معنى السلام على رسول الله يأتيكم معنى السلام فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وابنته إنها بنت النبي وابنيه إنهما الحسنان أبناء محمد صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شعته أخذ عليهم الميثاق وهذا السلام الذي نسلم به على رسول الله نسلم به على إمامنا الحجة نسلم على الأئمة إنه تجديد لذلك الميثاق ستحدثنا الرواية عن تفصيل هذا الميثاق إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله في أي مرحلة في مرحلة جولة الباطل في كل الزمان الذي يمتد إلى وقت ظهور إمام زماننا حيث تبدأ طلائع دولة الحق فإن الله أخذ الميثاق على من أخذ الميثاق على رسول الله على أمير المؤمنين على الصديقة الكبرى على الأئمة جميعا من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد وهذه البيانات حين يبينها لنا الأئمة كي نستشعر عظمة الميثاق وإلا فإن محمدا وآل محمد لا يمكن أن يقرنوا بشيعتهم ومن شيعتهم عظماء الأنبياء لا يمكن أن يقرنوا في مسألة الميثاق هم الذين يأخذون الميثاق على الأنبياء وإن كان لمحمد وآل محمد من المظاهر والمقامات التي تنسجم هذه المعاني معها وأنا لا أريد الخوض في كل التفاصيل فالكلام كله في أفق المدارات قد نتلمس شيئا من بعيد من الأفلاك التي يمكننا أن ندور فيها حول الحقيقة من بعيد يا كميل كلام علي وكلام علي علي الكلام يا كميل وهو يحدثه عن القلوب إن القلوب أوعية هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها أوعية إنها أواني أوعية إنها خزائن أوعية أوعية إنها محال يوضع فيها ما يوضع خيرها أوعاها خيرها أكبرها خيرها الذي يتسع لمقدار كبير جدا يوضع فيه أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله وهذا المقطع هو نفسه الآية الأخيرة من سورة آل عمران آخر آية من سورة آل عمران وهي الآية المئتان الآية المئتان من سورة آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِعَلِيٍّ وَآلِ عَلِيٍّ هذا هو الخطاب لشيعتهم ولذلك قلت من أن ذكر رسول الله وعلي وفاطمة والحسنين والأمة ومن أن الميثاق أُخِذَ عليهم مع أشيائهم هو لإظهار عظمة هذا الميثاق الذي أُخِذ على الشيعة إذ لو ذكر الميثاق في أخذه من الشيعة فقط لا يُشعرنا عظمة هذا المعنى مع أنه في أعظم المراتب وأعلاها وذلك هو خطاب المدارات الآية واضحة إنها تخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بحسب منهج علي في التفسير يا أيها الذين آمنوا بعلي وآل علي على طول القرآن لا شأن لي بتفاسير النواصب لا شأن لي بتفاسير مراجع الشيعة أصحاب التفسير العمري يا أيها الذين آمنوا بعلي وآل علي يا أيها الذين آمنوا أصبروا أصبروا على طاعاتكم على طاعاتكم لأئمتكم أصبروا على طاعتكم لإمام زمانكم وصابروا وصابروا أعداءكم ورابطوا ورابطوا إمامكم المرابطة الانتظار للحدث الخطير القادم في هذه المرابطة المرابطة انتظار للحدث الخطير المهم القادم إنه الانتظار لكن التعبير بالمرابطة إنه انتظار مع عمل مستمر المرابطة في ثغور إمام زماننا انتظار بوعي مع عمل مستمر ونشاط متدفق تلك هي المرابطة يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا من تؤمنون بالحجة بن الحسان يا أيها الذين آمنوا بعلي وآل علي اصبروا اصبروا على طاعتكم لإمامكم وصابروا عدوكم فيما يحاول أن يبعدكم عن منهج علي وآل علي ورابطوا إمامكم انتظروا إمامكم انتظارا مع الدعاء مع العمل المتواصل مع النشاط المتدفق مع الحماس الذي يفور مثل ما قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه همه انه الحماس العقائدي الذي يدفعه لخدمة امام زمانه وان وضع العوائق والموانع في طريقه زهرائيون 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 نحن يا امام وجبينك الزاهري لا نع بأ باللائمة هو جبينك الزاهري لا نعبأ باللائمة يا ايها الذين امنوا امنوا بعلي وآل علي اصبروا على طاعة امام زمانكم هذه المضامين موجودة مبثوثة في احاديثهم هذا ما هو كلامي والله هذه المضامين من عميق فكرهم من نصوص ثقافتهم هذه احاديثهم مبثوثة في كتب الحديث يا ايها الذين امنوا امنوا بعلي وآل علي اصبروا اصبروا على طاعتكم لامامكم وصابروا المصابرة اكثر من الصبر وصابروا صابروا اعداءكم الذين يشككون في منهج علي وآل علي الذين يريدون ان يأخذوكم بعيدا الى المناهج القطبية والصوفية والناصبية القذرة يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله كل هذا الآية في الآخر تقول لعلكم تفلحون فهذا الخطاب لي ولكم ليس لمحمد وآل محمد الميثاق اخذ علينا نحن ولكن الأئمة لطفا بنا يقرنون انفسهم بنا مثل ما يقولون يقول صادقهم من اننا صبر وشيعتنا اصبروا مننا اننا اصبروا من الائمة انها حلاوة الادب من شفاه المعصوم وهو يربت على اكتافنا وهو يربت على قلوبنا قبل اكتافنا نحن صبر يقول وشيعتنا اصبروا منا لاننا صبرنا على ما نعلم وهم صبروا على ما لا يعلمون اذا صبرنا فعلا يا صادق العترة ايها الاطهر المطهر اذا صبرنا فعلا واذا كنا من شيعتك فعلا فان صبرنا بتوفيقكم انتم وليس بفضل مننا ان صبرنا ان كان صحيحا فهو بتوفيقكم صلوات الله وسلامه عليكم جميعا نذهب الى فاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الامة وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله كل ذلك في جولة الباطل مثل ما قال صلى الله عليه وآله ان للباطل جولة وللحق دولة دولة الحق تبدأ من يوم الخلاص يوم الخلاص هكذا الروايات اسمت هذا اليوم انه يوم ظهور امام زماننا يوم الفرج يوم الظهور يوم الخلاص دولة الحق تبدأ من ذلك اليوم ومنذ زمان ابينا ادم الى ذلك اليوم الى يوم الخلاص انها جولة الباطل الجولة تكون قصيرة زمانا بالقياس الى الدولة هذا هو الذي اراده سيد الكائنات صلى الله عليه وآله حين قال ان للباطل جولة وللحق دولة فجولة الباطل منذ زمان ابينا ادم الى يوم الخلاص الى يوم ظهور امام زماننا اما دولة الحق فانها تبدأ من ذلك اليوم الى نهاية الدولة المحمدية العظيمة التي هي خاتمة الدنيا فهذا الميثاق اخذ علينا اخذ على شيعتهم ان كنا من شيعتهم انقبلونا صلوات الله عليهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم متى في دولة الحق دولة الحق في اكمل مظاهرها هي في اخر مرحلة من مراحل الرجعة العظيمة انها الدولة المحمدية الخاتمة رئيسها محمد وزراؤها علي فاطمة حسن حسين وهكذا الى القائم الحجة بن الحسن هؤلاء هم وزراؤها مجلس الوزراء فيها هؤلاء لا اما الرئيس الاول فيها هو محمد المحمود الاحمد صلى الله عليه وآله تلك هي الدولة المحمدية العظمى انها دولة دولة الحق المطلق انها دولة محمد وآل محمد ملكها محمد والأمراء علي وفاطمة وأولادهما من المشتبى الى القائم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين المطالب مفصلة وانا لا ادري في الحقيقة ماذا اترك من المطالب وماذا اضع تحت عدسة النظر من هذه المطالب ووعدهم في دولة الحق التي تبدأ طلائعها منذ يوم الخلاص المهدوي ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركة ساقرأ بقية الرواية واعود الى هذه العبائر ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركة والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام تعرفون السلام بهذا المعنى ام تسلمون على رسول الله مثل ما تسلمون على البقال الذي تشترون منه البقالة في آخر الزقاق ام تسلمون على رسول الله في صلاتكم وانتم لا تفقهون شيئا ولا تعرفون ماذا تقولون لو رجعتم الى اجوبة العلماء الى اجوبة السيد الخوء مثلا وقد عرضتها في البرامج السابقة انه لا يعرف معنى السلام الذي يذكر في آخر الصلاة ساذكر هذا ساذكر هذا ربما في الحلقات القادمة من برنامج دليل المسافر ربما ساضطر الى ذكر ذلك لتوضيح معنى السلام نحن والرواية ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركة والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله على جميع الامة وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه على رسول الله السلام على الحسين في زياراته السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على امام زماننا في الزيارة التي بين ايدينا بهذا المعنى وانما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز السلام يشتمل على معنى الدعاء بتعجيل الفرج فحين يأمرنا امتنا امام زماننا في توقيعه المعروف بتوقيع اسحاق ابن يعقوب واكثر من الدعاء بتعجيل الفرج احد مصاديقي الدعاء بتعجيل الفرج هو في مضمون السلام عليه هذا الدعاء الذي تقرؤونه في هذه الايام في ايام شهر رمضان اللهم ادخل على اهل القبور السرور متى يدخل السرور على اهل القبور الروايات صريحة في يوم الخلاص حينما يرتفع نداء الحجة ابن الحسن بين الركن والمقام حينئذ يدخل السرور على قبور المؤمنين على اي قبور على القبور في عالم البرزخ انها مقابر الارواح في البرزخ ويدخل السلام على مقابر الادساد بحسبها اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير متى يكون ذلك في يوم الخلاص عند ظهور امام زماننا كل الادعية التي مضامينها بهذا المعنى انها تشتمل على معنى الدعاء بتعجيل الفرج لا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر حين تقرؤون ادعيتكم هذه تتذكرون امام زمانكم ماذا علمكم المراجع ماذا علمتكم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ان تصلوا وان تدعوا بطريقة النواصب هكذا علموكم تقرؤون ادعية مروية عن اهل محمد اما من دون فهم ومعرفة واما لو كنتم تعرفون المعاني فوفقا لسياق الثقافة الناصبية التي نشرها مراجع الشيعة فيما بيننا ونشرتها الحسينيات وخطباء المنابر والفضائيات والكتب في المكتبة الشيعية حينما تقرؤون في الدعاء اللهم اشفي كل مريض هذا المعنى متى يتحقق اذا كان لا يتحقق فعلان فهذا الدعاء ضحك على الذقون واذا كان يتحقق فمتى يتحقق انه يتحقق عند ظهور امام زماننا في دولة الحق والسعادة والرفاه حيث لا تبقى امراض وحيث يشفى كل ذعاهة من عاهته ليس هذه المضامين قد وردت في كلماتهم واحاديثهم الشريفة وانما السلام عليه السلام على رسول الله السلام على امير المؤمنين السلام على فاطمة هؤلاء هم ائمة الائمة السلام على الحسنين السلام على السجاد وما بعد السجاد من ائمتنا الى امام زماننا السلام على الحجة ابن الحسن كل هذا هذا معناه ومضمونه وانما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله يعجل مضمون الميثاق لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه بجميع ما في هذا السلام ما هو هذا الميثاق انه ميثاق انتظار امامنا انه ميثاق نصرة امامنا في زمان غيبته ونصرة امام زماننا حين ظهوره انه ميثاق الرجعة العظيمة ظهور امام زماننا مقدمة للرجعة العظيمة الدولة الاعظم والاكبر انها دولة محمد انها جنة الدنيا انها الدولة التي ملكها محمد وامراؤها ووزراؤها علي وفاطمة والحسنان والعترة الطاهرة الحسينية من سجادها الى قائمها صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين نذهب الى فاصل وبعد الفاصل اعود الى بعض مما جاء في هذه الرواية الشريفة المهمة جدا فانتم حين تسلمون على امام زمانكم انكم تجددون الميثاق مع رسول الله ومع آل رسول الله في اعتقادكم المتين بالرجعة العظيمة هذه الرواية تتحدث عن الرجعة العظيمة وعن دولة محمد صلى الله عليه وآله اذا اين سأضع عقيدة مراجعنا الكرام في الرجعة وهم لا يعبؤون بها ولا يجدونها من العقائد الاصلية والضرورية فهم فهم حينما يسلمون على ائمتهم انهم ينقضون عهودهم ومواثيقهم هذه ما الذي دهاهم ينقضون بيعة الغدير ينقضون عهود ومواثيق الامامة مع امام زمانهم ما الذي دهاهم ما الذي دها مراجعنا ما الذي دها اصحاب العمائم ما الذي دهاني ودهاكم هذا هو السلام على رسول الله في صلواتنا اننا ننقض العهد مع رسول الله في نهاية كل صلاة لاننا نسلم عليه كما نسلم على اي شخص نحن لا نعرفه يصادفنا في الشارع السلام عليكم نسلم على رسول الله بنفس هذا المضمون السلام على رسول الله هذا مضمونه وبالمناسبة هذا المضمون ما هو الاعمق في معاني السلام التي وردت في احاديثه هناك من المضامين ما هو الاعمق انا ما جئتكم بالمعنى الاعمق للسلام هذا عهد معهود ومأخوذ علينا حينما نسلم على ائمتنا حينما نسلم على رسول الله اساسا على اهل محمد نحن نحن لا نسلم في الصلاة نسلم على انفسنا على حضراتنا الشريفة الكريمة انا امام الكاميرا وان لا اجد نفسي بحاجة الى تعليق الى تعليق مرتب مناسب لكنني ماذا اصنع انا امام الكاميرا اعود الى الرواية الشريفة فماذا جاء في تفاصيل مضمون العهد المأخوذ علينا الذي هو في كله بكل معناه موجود في العبارة التي نرددها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته او حينما نسلم على امتنا في زياراتهم الشريفة اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله فحينما نسلم على امامنا اننا نجدد له الميثاق من اننا صابرون على طاعته ومن اننا نصابر الذين يريدون ان يبعدون عنه ومن اننا نرابط في ثغوره انتظارا له وفي حالة من الحماس والنشاط المتدفق والعمل الدؤوب في خدمته واحياء امره وفي التمهيد لمشروعه الاعظم بحسب ما نتمكن ان كان ذلك على مستوى ازالة الموانع والعوائق او كان ذلك على مستوى احياء امره ونشر معارفه وثقافته في الوسط الشيعي الحسيني علا انصارا يتكونون في هذه الحاضنة التي سفك الحسين دماءه الشريفة لاجلها اخذ عليهم الميثاق اخذ علينا الميثاق اي ميثاق ان نصبر وان نصابر وان نرابط وان نتقي وان يتق الله هذا الجزء الاول من مضمون السلام هو تجديد عهد لامام زماننا من اننا سنصبر يا ابن رسول الله بتوفيقك بتوفيقك نصبر عبيدك الاقنان نحن يا امام عبيدك الاقنان نحن بتوفيقك نبقى في حالة دائمة بتوفيقك عبيدك الاقنان نحن يا امام بتوفيقك نبقى في حالة دائمة حين اسلم على امامي وحق الحسين ما هو هذا المعنى الاعمق للسلام على الامام الحج انني اتحدث بحسب هذه الرواية الجزء الاول من السلام على امام زماننا ان نجدد العهد والميثاق من اننا صابرون يا بقية الله صابرون صابرون على طاعتك نصابر اعدائك لا نعبأ بالقطبيين وبقذاراتهم القطبية لا نعبأ بالصوفيين وبقذاراتهم الصوفية لا نعبأ بالناصبيين وبقذاراتهم وبقذاراتهم الناصبية لا نعبأ بكل ذلك اننا صابرون اصبروا على الطاعة وصابروا عدوكم هذه كلماتهم اننا مصابرون واننا مرابطون نرابط في ثغورك يا امام بحماس بنشاط متدفق بعمل دؤوب بغيرة على عقائدك الصحيحة وبإحياء لأمرك نبذل كل جهودنا النتائج ليست بأيدينا التوفيق منك وإليك ونحن عبيدك الأقنان أبناء عبيدك وأبناء امائك نقر لك بالرق وبالعبودية بكل أشكالها بعبودية الطاعة بعبودية التسليم بالعبودية لك يا وجه الله بكل أشكالها نحن عبيدك يا ابن رسول الله هذا هو معنى المرابطة في ثغور الحجة ابن الحسن في ثغور الحجة ابن الحسن عند ثغور الحجة ابن الحسن لا أقول المعنى واحد المعاني مختلفة ولكنها في نفس الاتجاه أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله كيف تتحقق تتحقق تقوى الله تتحقق تقوى الله أن يجدنا في مواضع طاعته وأن يفتقدنا من مواضع معصيته وحينما يجدنا في مواضع طاعته لا بد أن تكون عقولنا عقولنا وقلوبنا مشحونة بثقافة علي وآل علي وإلا فما الفائدة من أن نكون في مواطن طاعته والعقول والقلوب مشحونة بالثقافة القطبية القذرة أو بالثقافة الصوفية القذرة أو بالثقافة الناصبية القذرة فما الفائدة من ذلك التقوى أن يجدك الله كما يقول أمير المؤمنين في موطن طاعته وأن يفتقدك من موطن معصيته حتى لو افتقدنا من موطن المعصية فهو شيء حسن ولكن إذا كانت العقول والقلوب متقدرة بقذارات الفكر الناصب فما قيمة ذلك وإذا كنا موجودين في مواطن الطاعة هو شيء حسن ولكن إذا كانت العقول والقلوب مشحونة بالقذارات الناصبية فما قيمة ذلك التقوى في الحقيقة هي أن تتقي عقولنا وقلوبنا قبل أجسادنا وقبل كل شيء أن تتقي عقولنا أن تتقي عقولنا وتمنع كل قذارة أن تدخل فيها وأن تتقي وأن تتقي قلوبنا وتمنع كل قذارة تدخل فيها ولذلك في تعريف القلب السليم يوم لا ينجو في ذلك اليوم في ذلك اليوم المرير المخيف إلا من أتى الله بقلب سليم حين نسألهم يا آل محمد ما القلب السليم يقولون لنا يقولوا الباقر الصادق تفيضوا منابع الحكمة علينا منهم ما القلب السليم يا آل محمد القلب السليم القلب الذي ليس فيه سوى الله القلب الذي ليس فيه سوى الله هو القلب الذي ليس فيه سوى الحجة بن الحسن من أحبكم فقد أحب الله من أحبكم فقد أحب الله تلك القلوب التي تعشق شيئا آخر ماذا قال عنها صادق العترة قلوب خلت من حب الله فابتلاها بحب غيره من أحبكم فقد أحب الله من والاكم فقد والى الله من ذكركم فقد ذكر الله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ومن توجه إليكم فقد توجه إلى الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء التقوى هذا هو معناها لهذه التعاريف التي يحشونها في أذهانكم عن معاني تنسجم مع ذوق الصوفية ومع ذوق المخالفين لأهل البيت هي إن كانت صحيحة في بعض الجهات فهي في حاشية التقوى التقوى الحقيقية هي هذه لأن العمل من دون علم صحيح لا معنى له لا قيمة له التقوى الحقيقية هي في العقول وفي القلوب بتطهيرها من القذارات الناصبية حين نطهر عقولنا ونطهر قلوبنا ستتطهر عباداتنا وأعمالنا ستتطهر طاعاتنا حينئذ أفعالنا أقوالنا الحديث طويل إذن هذا المضمون الأول في السلام على إمام زماننا إننا نعطيه عهدا أن نصبر على طاعته أن نصابر عدوه أن نرابط عند ثغوره بحماس ونشاط وعمل مستمر وأن نتق ربنا وأن يتق الله التقوى بالمضمون الذي أشرت إليه المضمون الثاني هذه حزمة من المضامي المضمون الثاني المضمون الثاني ووعده إننا نعطي عهدا لإمام زماننا حين نسلم عليه نعطيه نعطيه عهدا أن نصبر وأن نصابر وأن نرابط وأن نتقي ربنا وأن نلتزم بذلك حتى يتحقق الوعد ما هو هذا الوعد وأن نصابيه وأن نصابيه وأن نصابيه المراد أن كل شيء تنتشر فيه أنفاسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرب الفكرة لكم الرواية نقلتنا إلى مرحلة الرجع فهذه المضامين من أن الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم هذه المضامين تتحقق في عصر الرجعة العظيمة نذهب إلى فاصل